في خطوة لمنافسة الأقجاع الجزائر ترشح والإتصادي لعدوية الكاف وتدعم بقاء موتسابي الرقراغي يواجه مشكلة كبيرة قبل أيام قليلة على إعلان لائحات المنتخب المغربي نجم جديد على رادار المنتخب المغربي والجامعة تتحرك بذكائنا لإقناعها والآن إلى التفاصيل لكن قبل ذلك لا تنسوا مشاهدينا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بآخر الأخبار دائما في خطوة غير متوقعة أعلنت الجزائر عن دعمها القوي لترشح الجنوب إفريقي باتريس موتسابي لولاية ثانية على رأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ويأتي هذا الإعلان في وقت حاسم حيث سيتم منقشة الانتخابات خلال الجمعية العمومية الانتخابية للهيئة القرية التي من المقرر أن تعقد في العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ الثاني عشر من مارس من العام المقبل وتعتبر هذه الخطوة من الجزائر مؤشرا على رغمتها في تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية الأخرى وكذلك في دعم القيادة الحالية للكوف التي يسعى موتسابي للإستمرار بها إذ يعتبر باتريس موتسابي شخصية بارزة في مجال كرة القدم الإفريقي وقد تمتع بدعم واسع منذ توليه رئاسة الكوف قبل عامين ويبدو أن الجزائر تأمل في أن يستمر في قيادته لأكبر منظمة لكرة القدم في القارة الإفريقية وبالتزامن مع هذا الدعم لموتسابي أعلنت الجزائر أيضا عن موافقتها على ترشيح والد صادي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ترشيحه لعضوية المكتب التنفيذي للكوف حيث سيعمل الصادي في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي كممثل عن منطقة شمال إفريقيا ويمثل ترشيح الصادي خطوة استراتيجية تعكس رغبة الجزائر في تعزيز وجودها وتأثيرها في القرارات التي تتعلق بكرة القدم الإفريقية حيث أنه بهذا الشكل فإن الجزائر تأخذ خطوات جادة نحو تعزيز موقفها داخل الاتحاد الإفريقي يتابع مدرب المنتخب المغربي ولد راقراجي عن كثب الحالة الصحية لعدد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات مؤخرا والذين من المتوقع أن يغيبوا عن صفوف الفريق الوطني المغربي في المبارتين القادمتين حيث أن هذه المبارتين ستجمعان المنتخب المغربي مع منتخب الكابون في مدينة فرانسفيل ثم مع منتخب ليستو في المركب الشرفي بمدينة واشتا ويزداد قلق الراجراجي مع كل يوم يمر خاصة وأنه كان يعتمد بشكل كبير على هؤلاء اللاعبين المصابين في تشكيلاته ومن أبرزهم حارس مرمى الهلال السعودية سين بونو الذي من المنتظر أن يكون ضمن القائمة النهائية بعد استعادته للياقته البدنية وعودته لتدريبات الجماعية ومشاركته أيضا مع فريقه أمام النصر في المباراة الأخيرة حيث أن عودة بونو تعتبر مهمة جدا للفريق إذ يعد واحدا من أعمدة الدفاع في المنتخب وقد أثبت جدرته في العديد من المباراة السابقة علاوة على ذلك هناك أيضا أمين عدلي لاعب بير ليفركوسن والذي يعد من العناصر المهمة في خط وسط الفريق كما يراقب الرقرق الوضع الصحي للظاهر الأيسر يوسف بلعمري لاعب الرجاء الذي تعرض لكسر النموز دوج مما سيجعله يغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى أربعة أسابيع إذ أن إصابة بلعمري تمثل ضربة قوية للمدرب خاصة أن خبرته ومهاراتها كانت ستشكل إضافة قيمة للفريق في هذه المواجهات ولا يمكن إغفال نصير مزراوي لاعب مونشستر يونهداد الذي يمثل أيضا عنصرا أساسيا في تشكيلة الرقرق وتأتي متابعة هذه الحالات الصحية في وقت حساس حيث يحتاج المنتخب المغربي الأفضل لعبيها لتحقيق نتائج إيجابية في المبارتين المقبلتين والتي تعتبر مهمة في سياق التصفيات والإسادات بأفضل طريقة للمنافسات المقبلة ولهذا يواجه الرقرق تحديا كبيرا في إدارة التشكيل خاصة مع غياب بعض العناصر الأساسية ومع ذلك يبقى الأمن قائما في إمكانية تعافي بعض اللاعبين في الوقت المناسب مما سيمكنه من وضع خطة تنفسية قوية تسهم في نجاح المنتخب المغربي خاصة وأن الجماهير تأمل أن يتمكن الفريق من تجاوز هذه الظروف وتحقيق النتائج المرجوة في المباريات القادمة أفادت تقارير أعلامية متعددة أن أيو بادي لاعب خط وسط نادي ليلة الفرنسية لم يتوصل بعد إلى قرار نهائيا بشأن المنتخب الذي يرغب في تمثيله مستقبلا إذ يبدو أن حالة من الغموضة تحيط بمستقبل اللاعب الشاب الذي تمكن من جدب الأنظار إليها بفضل أدائه المتميز حيث لم يحسم الأمر كما تم تدوله سابقا حول اختياره اللاعب للمنتخب المغربي وحسب مصادر موثوقة فإن بعد لم يعترأي قاطع حتى الآن حيث لا يزال يفكر في خياراتها وفي هذا الرطار تواصلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مع اللاعب وعائلتها حيث تمت منقشة الأمور المتعلقة بمستقبله الدولي وقد طلب بوعدي من مسؤول الجامعة مهلة للتفكير ما يعكس حاجته إلى الوقت قبل اتخاذ أي قرار نهائيا بشأن تمثيل منتخب معين وعلى صعيد أخر قام مدرب المنتخب المغربي والد رجراجي بإجراء مكالمة هاتفية مع بوعدي حيث أبلغه عن أهمية وجوده في مستقبل أسول الأطلس وقد أشار رجراجي إلى أن بوعدي يمثل أحد العناصر الحيوية التي يمكن أن تساهم في تعزيز أداء المنتخب خلال الاستحقاقات المقبلة وفي هذا السياق منح رجراجي اللاعب مهلة قصيرة قبل الإعلان عن القائمة المقبلة للمباريات ضد الجابون والسوتو وذلك لحسم موقفه النهائي ويبدو أن هذه الحادثة والمناقشات ستؤثر بشكل كبير على مصار بوعدي خاصة في ظل الضغوط المتراتبة عن انتظار القرار نهائي لذا فإن الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لها حيث يتعين عليها دراسة خياراته بدقة نظرا للتحديات التي تنتظره في مسيراته الكروية وبينما يتطلع الجميع لمعرفة ما سيقرره تبقى الأعين متوجهة نحو بوعدي في انتظار أعلان موقفه الرسمي وفي ظل هذه التطورات يعتبر أيو بادي أحد المواهب الشابة التي يعول عليها كثيرا في عالم كرة القدم حيث يظهر إمكانيات واعدة تجعل منه لاعبا بارزا في المستقبل وهذه الأمور تعكس أهمية أن يتمتع اللاعب بدعم من محيتها سواء من عائلتها أو من المدربين ليتمكن من اتخاذ القرار المناسب الذي يتمشى مع طموحاته المهنية بالإضافة إلى ذلك يتابع مشجع كرة القدم ووسالي الإعلام هذه القضية بشغفه حيث أن أي قرار يتخذه بوعدي سيكون له تأثير على تشكيلة المنتخب المغربي والآمال المعلقة على الأداء في البطولة المقبلة وما اقترى بموعد المباريات التولية يبدو أن الوقت يمر بسرعة مما يزيد من حدة الترقب حول اختياره النهائي لذا فإن الأمان معقودة على أي بوعدي ليكون جزءا من مستقبل المشرق للمنتخب المغربي حيث يعتبر بمثابة الجسر بين الأجيال القديمة والجديدة وتبقى الأعين موجهة نحوها مع تزايد توقعات بأن تظهر الأيام القليلة القادمة اتجاهاته النهائية سواء مع أسول الأطلس أو مع منتخب فرسا